عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض المسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية والتي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية وتستهدف الدرسة صيغة إطار عمل استراتيجي للسياحة من خلال مساندة الجهود الحكومية وذلك من أجل تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام وإعداد إطار عام يشمل تطوير الصناعة بأكملها بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تم تبنيها من قبل وأشهد مسؤول المكتب الاستشاري العالمي الذي أعد مسودة الاستراتيجية بأعمال البنية التحتية التي تمت في مصر على مدار الأعوام الماضية والتشريعات والإجراءات التي تم إقرارها في القطاع السياحي وفي ختم هذا الاجتماع وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الاستراتيجية على الاجتماع القادم للجنة الوزرية للسياحة وتشكيل لجان العمل النوعي المختلفة لتتولى وضع آليات التنفيذ